عبدالإله زي ما ذكرت وبالتأكيد خلال هذه الظروف ومع استغلال طبعا قتل أوقات الفراغ والتمتع بالإجازة الصيفية قدر المستطاع بالإمكانيات الموجودة والمتاحة أمامنا يعني جاءت كثير من الأسر يفكروا خارج الصندوق وأكيد زي ما أنت عارفين سارة وعبدالإله خاصة في مرحلة الطفولة يعني تعتبر الدراجة الهوائية من أفضل الوسائل الترفيهية وإمكان الأجمل كمان هو استعراض مواهبنا من خلال إركاب راكب في الخلف عشان نستعرض مواهبنا وقدراتنا عبدالرحمن الأنصاري يعني ما حب حقيقة أنه يحرم أخوته من ركوب الدراجة الهوائية خاصة أنها تعتبر هوايتهم المفضلة فقام بابتكار دراجة تحقق عملية التباعد الاجتماعي خلونا نتعرف أكثر مع عبدالرحمن فضل عبدالرحمن يا صباح الخير ويديك ألف عافية يعني حقيقة فكرة الدراجة الهوائية اللي أنت قدمتها لاقت يعني رواج جدا كبير على مواقع التواصل لكن خليني في البداية أسألك يا عبدالرحمن كيف جات الفكرة وإيش الأسباب اللي خلتك أنك أنت تصنع مثل هذه الدراجة هو الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الشيء الفكرة جات خطرت على بال العيال الصغار طبعا وقالوا أنهم يبغوا دراجة ويبغوا يطلعوا زي كذا يلعبوا مع أصحابهم في الحارة وزي كذا فقدنا عند اللحام وقصيناه ولحم الدراجة فقط يعني لحمنا الدراجة من الخلف مع الحدائد حقتها زي ما أنتم شايفين طبعا طب خليني قبل أن يتعرف على طريقة تنفيذ الدراجة يعني أنت ذكرت حاجة حلوة اللي هي رغبة أخوانك في عملية الاستمتاع في هذه الإجازة والاجتماعات وإحنا الآن بنقلل قدر المستطاع من عملية التواصل المجتمعي للتجنب طبعا هذا الفيروس يعني الفكرة عبدالرحمن فعليا يعني أنت كيف قدرت أساسا أنك تتنفذ هذه الطريقة طبعا أكيد زي ما احنا شايفين سارة وعبدالله والمشاهدين شكل الدراجة طبعا الفكرة زي ما قلت لك فكرة هي جدا جات جميلة في وقت رائع بالنسبة للوضاع اللي احنا فيها طبعا أنه يكون فيه متر بين السائق وبين الراكب هذا شي جدا جميل في وقت ايش في الوقت الحالي اللي احنا فيه في ظروف كورونا وما كورونا طب بالنسبة لعملية التنفيذ والفكرة يعني وديتها لجهة أو لمحل معين وانت طلبت منه الطريقة ولا انت نفسها بنفسك يعني صنع يدوي لا بنفسنا هذه الطريقة يعني ما فيها جهد كبير رحنا للحام وقصينا الدراجة من النص وجبنا الحدائد هذه ودناها للحام نفسه لحمها فقط كنت جدا بسيطة ويمكن رغم انه سهل تنفيذها تنفيذها هي بس انها بسيطة الدرجة واخذت ايش نالت اعجاب الكثير طبعا في الحواري اللي جنبنا والحارة برضو طب اشرك انا حب اسأل حقيقة ابراهيم لو زميلي احمد ياخذ الكاميرا ابراهيم كيف حالك طيب ابراهيم يعني الفكرة هذه لما نفذها اخوكم عبد الرحمن ايش كان شعوركم وهو قدر ينفذها لكم على ارض الواقع والله شعورك يعني انت كنت مبسوط لما قدر ينفذ لكم هذه الدراجة والله كنت مرة مبسوط نعم كيف حسيت تجاوب الشارع لمن بيشوف الدراجة هل في ناس بتسألك عنها كلهم بيسألوني صور الدراجة كل شي نعم هل في ناس مثلا طلبوا منك انك تبيعها مثلا انا صراحة بفكر اشتريها منك ايو في كثير مرة في كثير قالولي بستمية وفي كثير قالولي بألف يا الله وصلت لألف ريال ايو طيب وليش ما بيعتها يا ابراهيم لا ما بغو بيعها بس طيب خليني برضو اسألك سؤال يا ابراهيم يعني بعد عودة الحياة ان شاء الله وننتهي من فايروس كورونا هل هتحتفظ بهذه الدراجة وحتمارسها ولا راح تخليها ذكرى راح اخليها ذكرى نعم طيب اديك العافية ابراهيم طبعا مشاهدين الكرام واكيد سارة وعبدالله يعني التفكير خارج الصندوق لابد انه يكون له عدة جوانب ايجابية خاصة تحت ظل هذه الظروف واهم حاجة الترفيه طبعا لابناءنا سارة وعبدالله اعود لكم بالصوت